الآن ينضم إلينا فيه للسوديو الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس دكتور أيمن أهلا بك على شاشة الغد أريد أن نبدأ معك من جنين وهذه الاقتحامات الجرفات العسكرية لأن تقوم بتدمير البناء التحتية بالإضافة إلى ما أشار إليه مرسلنا حاليا بتحليق عدد كبير من طائرات الاستطلاع في أرجاء مدينة ومخيم جنين على ارتفاعات منخفضة بالتأكيد أخ صلاح بعد التحية عن جنين التي تحملت بصراحة خلال العام الماضي طبعا أعباء كبيرة جدا واحتلال الذي كان دائما يسميه عش الدبابير يقطط بشكله باخر إلى اقتحام المقيم وطبعا تفكيك كل مكان في المقيم بحاجة أنه يريد أن يصل إلى مجموعات مسلحة داخل المقيم خلال العام الماضي شهدنا طبعا استخدام الطائرات لأول مرة تعود مرة أخرى للقصف طبعا في الضفة الغربية كانت في جنين خلال عملية اغتيالات متتالية في جنين وارتقاء عدد كبير جدا من الشهداء يمكن نتحدث الآن في الضفة الغربية ما يزيد عن 500 شهيد ستجد أكثر من تلتهم في جنين جنين بالتأكيد بالنسبة للاحتلال هي هم كبير جدا كما هي غزة كانت صداع له الآن بعد نسبة له جنين صداع كبير جدا السلطة كما نعلم طبعا منذ فترة طويلة طلبت من الاحتلال حتى في قمة العقبة شرم الشيخ في العام الماضي أن يعطيها مجال للتحرك في مناطق بشكل كبير جدا وفي حال أخفقت يتم الدخول في المناطق ولكن الاحتلال لم يعطوا السلطة أيضا فرصة في ذلك وهو يمستمر في الاقتحاف جنين اليوم رأينا المصيرات الإسرائيلية تغذال في جنين عدد من الشبان وصل العدد ل81 شهيد منذ السابع من أكتوبر في جنين فقط أقل من التلت وهذا خمس شهداء من جنين هذا رقم كبير جدا على منطقة صغيرة جدا في الضفة الغربية لكن الاستمرار على تفكيك جنين وضرب جنين هذا واضح أنه إصرار من الاحتلال المحاولات اقتحام جنين وأنا أعتقد قد نشهد خلال بعد المباركة طبعا بلينكين وأن يدها من المنطقة سنجد اقتحام كبير لجنين من خلال كما أشرنا تجريف طرقات جنين لأن الاحتلال في اقتحام الأخير في جنين اللي تم قبل حرب غزب تقريبا بشهر تقريبا بشهر سبتمبر فاشلة في ذلك لأن المقاومة قامت بتغطية الشوارع بشكل كبير جدا فبالتالي أصبحت المقاومة تتنقل بكل سهولة في أزقة المقايمات نعرف أزقة المقايمات شوارع حصائر أربع متر ولكن دكتور قبل الانتقال إلى الحديث حول ما يجري في قطاع غزة من تطورات ميدانية أريد أن أبقى هنا عند جنين الضفة الغربية ككل وتطور أسلحة المقاومة والأدوات التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية بل أن هناك تشكل وتشكيل لمجموعات تابعة لأذرع عسكرية هذا النمو وهذا التطور ما الذي أدى إليه؟ بالتأكيد جراءات الاحتلال وجرام الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة جعلت هذه القوة تنمو بشكل كبير جدا صناعة الكراهية يعني بنعرف أن الاحتلال خلال فترة يمكن جبتم في تقريركم كيف النتنياهو طلب من مثلا أموال للعمال على سبيل المثال هناك كان خلال فترة الماضية رفع طبعا عدد العمال الذين يعملون في المدن الإسرائيلي لتخفيف حدة وصول طبعا أو نمو هذه الضهرة وهذا فشل الاحتلال به بشكل كبير جدا الآن ظهرة المسلحين أصبحت كبيرة جدا في الضفة الغربية وهنا يمكن هذا أفضل رد الاحتلال هو يقول أنه سيقضى على المقاومة في غزة من خلال عمليات الحالية طب أنت في قلب المدن في الضفة الغربية رغم كل ذلك تنمو المقاومة في الضفة الغربية صحيح أن بيئة الضفة الغربية البيئة الجبلية تجعل منها سهل أن يجد المقاتلين أماكن لكن الآن هم في قلب المخيمات اللي هي أصلا المخيمات مناطق ليست جبلية ليست في مناطق يستطيع المقاومين أن يختبوا ورغم كل ذلك تنمو هذه المقاومة لمقاومة الاحتلال الذي يعتدي على المقدسات وعلى الحرائر وبالتالي لابد من أن يكون هناك مقاومة هذا بشيء جميل بصراحة أن المقاومة تخرج رغم كل هذا الحصار الإسرائيلي يخرج من رغم كل هذه المراقبة لنفذ عملية موجعة دكتور أيمن هناك اشتباكات عنيفة لأن ما بين المقاومين وجيش الاحتلال وسط مدينة جينين بحسب ما وشار إليه مرسلنا خالد الدير يعني على ما يبدو أن الاحتلال نفذ أو ينفذ الآن في هذه اللحظات عملية المدهمة وقت حام جينين بالتأكيد كما شرنا هو كل فترة الماضية كان يركز على عدة مناطق جينين بلاطة طول كرم طبعا كان في الفترة الماضية يضع بشكل كبير جدا طبعا نور شمس كمخيم بأساسي كذلك في عقبة جبر مناطق محدد في ضفة الغربي يرى هو أن بها تكتلات تنمو بشكل كبير جدا عسكري يمكن في جينين كانت حتى محاولات قبل الحرب على غزة إطلاق صواريخ من جينين وكانت محاولات سعيل السبدائية رغم أنه كان بإمكانهم أن يصلوا إلى أكثر من ذلك لأن توفير المادة المتفجرة والإمكانيات لنصاعة الصلوخ أسهل في الضفة الغربية نتيجة المودة الفلسطينية متداخلة مع المودة الإسرائيلية لا يوجد حصار عليه من إدخال المواد التفجير ولكن بالفعل المقاومة تمكنت من إنشاء بعض العبوات حتى الاحتلال في تفجير قبل تقريبا أربع شهور قال أن العبوة التي فجرت البنتير في جينين وزنها 40 كيلو جرام كيف هذه العبوة صنعت في الضفة الغربية لكن الاحتلال طالما أنه يستمر في محاولاته لإجهاض المقاومة سيجد مقاومة عنيدة رغم كل ما يفعله من إجراءات ضد المقاتلين يجد بالفعل مقاومة في الضفة الغربية عنيدة والآن يا أخي صلاح عندما تحدث أن هناك 450 ألف مسلح مستوطنين بأسلحة آلية هذا يعني أن الانفجار قادم رغم كل محاولات السلطة منع ذلك والأمريكان منع ذلك والإسرائيليين منع ذلك إلا أنه ستأتي لحظة حاسمة إلى أن ينفجر ذلك سيجد قد نجد أن المهتمين في المقاومة والمنغمسين في المقاومة والمشارفين قد يكون 20% من الضفة الغربية هذا رقم كبير ومهم جدا 20% مسحدث عن 600 ألف بالحد الأدنى يتابعون الحالة ويشاركون بها رغم من الاحتلال كما شارعنا حاول تغيير مساج الشارع في المقاومة والضفة الغربية من خلال العمل في السلطة ومنح تصريح للعمل في الضفة الغربية وتعرف الحياة لما تكون لديك التزامات ويبعدك عن الحالة بشكل كبير جدا لكن جرام الاحتلال تجعل من الضروري أن يكون هناك من يقاوم ومن يريد أن يواجه هذا الاحتلال عظيم وبالتحديد مقاومة في كل مكان ننتقل سريعا إلى قطاع غزة الحدث الذي شغل وسائل الأعلام الإسرائيلية اليوم اللي هو انفجار الشاحنة كانت محملة بمواد متفجرة ما خلف ستة قتلى من الضباط والجنود في صفوف جيش الاحتلال بالحد الأدنى أيضا هذا الرقم بالإضافة طبعا أعتقد حوالي 30 إصابة منهم 30 إصابة منهم إصابات خطيرة وحتى أن تستمع إلى الرواية الإسرائيلية ثارة يقول أن الانفجار تم في نفق وقالوا في الرواية العبرية أن نفق كان منتشر به غازات ومتفجرت وقد يكون إحدى الجنود عبت في الشيء أو قام بإشعال سيجارة فحدثت الانفجار ثارة أخرى قال أنه شاحنة كانت بجانب النفق وكان بها بجوارها مجندي جنود إسرائيلين وانفجرت بهم بزراع بوة الأمر الأخير قبل أقل من ساعتين قال أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بالخطأ الشاحنة دون تتأكد أن بها جنود فكان بها جنود حتى الرواية الإسرائيلية حتى الآن لم تصل إلى حقيقة الأمر بشكل أساسي منذ أمس حتى الآن وثلاث روايات مختلفة عن بعض البعض أنا أعتقد بكل الصور هو أن أراد أن يقول طبعا حتى لا يرعب جنوده قال أنها مدفعية هذا الأمر عملية نوعية من المقاومة وحدثت واحدة أخرى في خان يونس بنفس السياق خبلها بعدة أيام جرهم إلى مفتحة نفق ثم حدثت التفجير لذلك الاحتلال يقول بشكل أو بآخر نحن سنستمر في الحرب على خان يونس بشكل قاسي حتى يصل إلى هدفه وواضح أنه لن يصل إلى هدفه اليوم يتحدث عن جنين عن عفوة عن البريج حتى بالانفجار وهو يركز على هذا المنطق يتحدث أننا قمنا بتدمير وتفكيك البنية التحتية لحماس في الشمال التي تنطلق لهم السواريخ أمس من الشمال اليوم رأينا السواريخ أيضا طلقت على تلبيب وانطلقت أخرى على الزروت رأينا المظاهرات تخرج في الزروت لمطالبة من نتنياهو أن يؤمن لهم أماكن طبعا ليحموا أنفسهم وتحدثوا عن مضرورة استقالة نتنياهو نتيجة أنه لم يوفر لهم أي شيء من الأمن الآن عندما نتحدث بكل هذه التفاصيل نتحدث عن حدث البريج نتحدث عن شعب رغم كل ما يعاني من صلة في الحياة الآن ومن برد قارس ومشكورة بعض الدول من ضمنها الإمارات وفرت بعض الخيام الآن بعد بدأت يعني يجدوا خيام ليستطروا منها بالأمطار وكسوة الشتاء مشروع مصر الذي بنته في خنيونس غير مشروع مصر البنية في خنيونس بالتأكيد الخيام وهذه يعني فرصة هو الشعب الفلسطيني فقط لأنه يريد يصمد هجاز للصمود ولكن يحتاج المقاومات الصمود من ضمنها مشكورة للدول اللي بتبرس المساعدات وبعض الخيام كما أشارنا لكن بالتأكيد في مقابل كل ذلك هناك مقاومة لازلت صلبة وأنا أقول لك هم يمكن مفخرة لكل فلسطيني ولكل حر أن المقاومة لازلت صلبة رغم كل ذلك ولدينا الآن رغم كل ما قام به الاحتلال من تدمير بنى تحتية تدمير قوة المقاومة لازلت لدينا قوة مقاومة لا تقل عن 90% من قوة لازلت وواقفة على سقيها وأتوقع أن في جعبة المقاومة هو أبعد من ذلك وقد نجد مفاجآت خلال الأيام القادمة حدث البريج مهم جدا حدث قرينة مهم جدا وقد نشهد أحداث أكثر من ذلك قد نجد لدى المقاومة في جعبة التساريخ موجهة قد تطلقها في لحظة من اللحظات وبالتالي كلما ازداد الاحتلال إصرارا على حربه على قطاع غزة بهذه الضراء وبهذه الشراسة كلما كان في المقاومة مقدرة على إلامه بشكل كبير جدا وفي ناية الحديث ما خفي أعظم بالتبط أشكرك شكرا جزيلا لك الدكتور أيمن الرقم سيد العلوم السياسية بجامعة القدس شكرا بزيار لك